ذكرت وكالة أنباء محلية روسية أن ثلاثة أشخاص لقوا مسرعهم وتم إنقاذ عشرة آخرين بعد انهيار جزء من بناية سكنية شاهقة وهذا في الأورال في الساعات الأولى من صباح الأثنين ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الطوارئ أن الضرار لحقت بـ 48 شقة في المبنى الذي كان يقطنه 110 أشخاص